إذا أرجع للحركة في السؤال سؤال يعني بيخطر في بالها أنا شخصيين كتير هو أنت إزاي بتمثل ببساطة قوي كده من غير مجهود يعني أحيانا أنا شوف ممثل يطلع ويحس إنه بيبذل مجهود في الدور أو في الشخصية حتى في الأداء نفسه إنت إزاي بسيط كده يعني بحسك بتعملها كده ما هو أنت الحكاية إيه؟ إنت حابب إيه؟ يعني إيه؟ إنت حابب الشغلانة ولا حاببت بقى أنت على الساحة لTeam Walla أنت حاببت بقى أنت أغنى حد Walla أنت حاببت بقى أشهر حد Walla أنت حابب إيه؟ ده النوضاع كبير طبعا أنا من الناس أنا حابب التمثيل بس للتمثيل أنا بحب التمثيل للتمثيل أنا عندي استعداداتabilة وما بايش بيعي فلوس مش مشكلة محديش مشكلة في الحكاية دي خالص مدام باكل باشراء ما عنديش مشكلة إنما مسألة للبساطة دي هو هقولك على حاجة غريبة احنا ما كناش كده يعني زمان لما ابتدينا ما كانتش الحكاية بالبساطة دي لأ كان فيه سيستم مختلف للتمثيل كان فيه منهج مختلف في التمثيل لما عاد تتفرج فيه طلع شباب جداد في مدارس تانية جديدة مختلفة عن المدارس اللي احنا تربين فيها عاد تتفرج عليهم وده اللي انا كنت بقولك عليه من الاول ازاي تتعايش مع اجيال تانية فتبقى زيهم تعايشت مع اجيال بعدية ديتهم بيمثله كده يعني انا بحولك على مفجأة انا استفدت مثلا من عمر وسلمة من تمر حسني وما يعز الدين ازاي كانوا ببساطة اوي كده وكان دمهم خفيف وشرباط فايه لقال دي لازيزة اوي بتمثل بيسايب اديها طب والله دي سك التمثيل اللطيفة طب ما انا عايز اجربها لما جيت اجربها جرتها معاهم في مسلسل كان اسمه ادم فابتدينا المسألة المنهج نفسه اختلف ابتدأ استاذنا محمود مرسي كان يقول لي افتكر الكلام قدام الكاميرا ما تحفظش اروح افتكر الكلام قدام الكاميرا هتلاقي نفسك بتقول الكلام كأنه طالع منك دلوقتي ده استاذنا محمود مرسي اتعلمت من محمود مرسي اتعلمت من تمر حسني وما يعز الدين اتعلمت من احمد مالك واحمد داش وهتعلم من اللي جايين بعدهم غاية ما ربنا يدينا من عمر انا حفضل اتعلم من كل حد جاي من كل الاجيال ومشايف ان هي حاجة واتعلم من بسانت حقيقي ايه طبعا والله حقيقي ايه في حاجات ايه فاهمة انا مش فاهمة حاجات اتفرجت علي انا انا متفرجتش عليه هي لها ثقافة مختلفة اه صاحات بقى يعني ايه النعرة تاخدني بس يا بنت خلط انت في الاخر انا جواي انا عارف ان هي صحة